إلى وقفتنا الثالثة ولا نزال في صورة البقرة ولعلنا في هذا الشهر الفضيل أن نمر على أغلب الآيات في صورة البقرة فإن يسر الله لنا وأعاننا أكملنا السلسلة بعد رمضان أو نجعلها إلى السنة القادمة ندخل بآل عمران والنساء وهكذا لأن المهم هو الفائدة وهو التدبر والوقوف عند آيات الله بعد أن أخبرك الله عز وجل في أوائل الآية في العشرين آية الأولى وأخبرك جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين وحذرك من أن تكون من المنافقين من أن تكون من من يرى الآيات البينات من أن يرى النور بين يديه والبرق في السماء ويرى الآيات المعجزات ومع ذلك يعرض أو يكذب أو ينافق جعلك تخافين قليلا ثم يطمئنك ويبشرك ويقول سبحانه وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا بد أن تؤمني بالله وأن تعمل الصالحات وأن لا تقول الإيمان في القلب والمهم في القلب والله أنا مؤمنة بالله لكن أرتكب المعاصي والمحرمات متبرجة متعطرة أغتاب أنم أسرق لدي علاقات محرمة لا الإيمان لا بد أن يتبعه عمل صالح لهم جنات وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار جعلك تتخيلين أن هناك جنة تجري من تحتها الأنهار محما بلغ بك التخيل لن تصل إلى روعتها وجمالها لأنها لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق أي ثمرة ترزقينها أي رزق ترزقينه في الجنة تقولي أوليس هذا شبه الفاكهة التي في الدنيا الاسم نفس الاسم رمان وهذا رمان لكنه مختلف الشكل مختلف الطعم مختلف الرائحة كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ما هذه الفاكهة هذا والله عنب هذا كنا رزقنا في الدنيا لكنه مختلف تماما عن هذا الذي في الجنة وأتوبه متشابهة متشابهة الاسم مختلف المذاق واللدة ولهم فيها أزواج مطهرة الأزواج في الجنة مطهرون الزوجات مطهرات والأزواج مطهرون كل يرى زوجه أجمل ما يراه قد امتلأ عينه وروحه وقلبه منه نسأل الله أن يبلغنا والأجمل من هذا كله أعظم نعمة مهما بلغت من نعم الدنيا إلا أنك تتذكرين أنك ستموت فيهون عليك كل نعمة وتقولي ما الفائدة وأنا ذاهبة ما الفائدة وأنا سأذهب يقول لك الله عز وجل أنك في الجنة خالدة وأنك ستبقين إلى أبد الآبدين هنا تتلذذ تلذذا واستمتاعا لا نهاية له لأن كل شيء ينتهي تذهب لذته ثم يخبرنا الله ويضرب لنا مثلا أن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها هذه الآية خاض فيها كثير من المفسرون والذي يأتي والذي يقول والذي يكتشف علما والذي الله عز وجل ضرب مثلا وتبقى المعجزات باقية إلى يوم القيامة الذي قال أن الله ضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها أن هناك حشرة توجد فوق البعوضة وأن هذا من الإعجاز وكذا هذا قول والله عز وجل ضرب هذا المثل للكفار فقال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة كفار قريش قالوا انظروا إلى رب محمد يضرب لنا العنكبوت ويضرب لنا الهدهد ويضرب لنا مثالا أمثلة بالحيوانات فأنزل الله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها البعوضة سواء أصغر منها أو أكبر الله لا يستحي أن يضرب مثلا بأي شيء يشاء لأن كل شيء خلقه فيه معجزة كل شيء خلقه فيه انبهار انظر إلى أقل شيء خلقه الله انظر إلى الحجر سترين أن في مكونات عجيبة وسترين أن هناك أمور مخفية عن الناس انظر إلى الماء هذه المادة المتكونة من جزئين اثنين فقط والكمية الإعجاز الذي فيه والكائنات لا تستطيع أن تعيش بغيره وكل دابة في الأرض لا تستطيع الحياة إلا على هذا الماء انظر إلى أقل شيء وإلى أكبر شيء سترين أن معجزات الله لا تفنى ولا تنتهي فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم يعلمون أن ربنا الخالق القادر القوي سبحانه نزداد محبة وتعظيما له وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا ما هذا المثل ما هذا كذا أنا لست مقتنعة بكذا ما فائدة الحجاب لماذا لازم ننجب لماذا لازم نتزوج لماذا لازم نتستر لماذا لماذا ليست مقتنعة بأي شيء في هذا الدين وليست مقتنعة بأي إعجاز ولا بأي آيات فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا هذه الأمثلة يضل الله بها من لم يرد الهداية ومن سلك سبيل الغواية ويهدي به من شاء سبل الهداية من أحب ربه من رأى عظمته ازداد له حبا يرى كل شيء يرى الطفل الصغير فيقول يا الله كيف هذا الطفل يكبر ويمشي ويأكل ويترعرع من أين أتى كيف وجد أنا نفسي الهوى الأشجار الكائنات يزداد لله حبا كلما تفكر ورأى معجزات ربه يقول الله عز وجل أن هذه الأمثلة وهذه الآيات ما يضل بها إلا الفاسقين أصل الإنسان الفاسق الذي يحب المعاصي مرتاح بالذنوب وعايز يعيش على هواه كما يقال يريد أن يعيش على مزاجه هذا فاسق لن تغني فيه الآيات ولا النذر ولن يخاف من ربه إلا حين يلقاه من هؤلاء الفاسقين يقول لك أن الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه الله أخذ عليهم العهد والميثاق الله أخبرهم أن هذا حلال وهذا حرام الله بيّن لهم سبيل الهدى وسبيل الضلال ومع ذلك يقطعون ما أمر الله به أن يوصل أمرهم الله بفعل الخير يقطعوه أمرهم بصلة الرحيم فيقطعوها أمرهم بأداء الحقوق فخالفوها ويفسدون في الأرض خالفوا أمر ربهم وشرعه فأولئك هم الخاسرون في الدنيا وسيخسرون بين يديه ثم ينتقل سبحانه ليبين لك ويخبرك بعدما جدت لله حبا وزدت له وزدت به تعلقا وزدت به معرفة يذكرك ويقول يقول للناس سبحانه كيف تكفرون بالله يا من أبسدتم في الأرض يا من أنكرتم يا من بلغت عقولكم إلى تظنون أنها بلغت إلى يعني مبلغا عظيما كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا أين كنت قبل أن يخلق أباك وأمك أين كنت قبل أن تكون نطفة قذرة كنتم أمواتا فأحياكم وأخرجكم إلى هذه الدنيا ترتعون فيها وتأكلون وتشربون مدة من الزمن ثم يميتكم يميتكم ولا يبقى منكم أحد إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون سبحانه يبين أنك ستموت في هذه الدنيا ثم يحييك ثم يحييكم البعث والنشور ثم إليه ترجعون ستعودون إليه سبحانه ليحاسبكم ويخبركم بما كنتم تعملون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هذه الأرض التي أمرك أن تتفكري بها خلق لك ما فيها جميعا لكن من هواء من شمس من دواب من أشجار من سحاب من سماء زرقاء من بحر من هذا الجمال الذي نراه خلقه لنا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات لما سواهن سبع سماوات ليريكي قدرته وعظمته وجلاله سبحانه وهو بكل شيء عليم لا تظني أنه فوق سمائه السابعة لن يعلم بما في صدرك ولما يدور في خاطرك بل إن الله عز وجل فوق سبع سمائه بين كل سماء وسماء مسيرة خمسمائة عام تخيلي بين السماء الأولى والثانية والثالثة كل سماء بينها وبين الثانية خمسمائة عام ثم فوق السماء السابعة بحر مسيرة خمسمائة عام ثم العرش ثم الكرسين ولا يقدر قدره إلا الله والله سبحانه وتعالى يسمع دبيب مشي يسمع دبيب النملة السوداء في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء أفلا يعلم ما في صدرك وما في قلبك وما في نفسك أسأل الله أن يجعلنا ممن وقف عند هذه الآيات ممن استشعرها ممن لم يمر عليها مرورا لم تؤثر فيه غدا نبدأ بأول قصة رواها الله لنا في كتابه في محكم تنزيله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر